مع مرور عام على 7 أكتوبر وأحداث الحرب على غزة وما حدث لأهلينا في قطاع غزة من كوارث ومن إبادة والحقيقة يمكن هنا في ستوديو بيت للكل كنا منذ البداية ما حضرتكم طوال هذا العام كنا نأمل في البداية أن تنتهي الحرب أو أن يتوقف هذا العدوان أو هذا الاحتلال الغاشم أو هذه الغطرسة الإسرائيلية إلا أننا من شهر إلى الثاني إلى الثالث حتى أصبحنا عام نحن اليوم في حلقة جديدة كنت أتمنى أن أبدأ هذه الحلقة بأي كلمات فيها باقة من الأمل أو حتى أن يكون فيها شيء من هذه الإنسانية التي فقدت طوال هذا العام بيت للكل نفتح معكم هذا الملف من جديد 7 أكتوبر وما حدث في قطاع غزة الحقيقة المأساة كبيرة وكثيرة ورغم كل المحاولات التي قامت بها الدول العربية مصر والأردن وغيرها من عدد الدول وأيضا المؤتمرات والشعوب التي أيضا خرجت وكانت مع القضية الفلسطينية الجنوب العربية وأيضا الشعوب الأجنبية لأن نحن نعرف بأن الأنظمة الأوروبية والأمريكية تماما هي مع إسرائيل وكلنا نتذكر هذا المشهد والطبور الذي كان يذهب إلى إسرائيل لكي يقف مع نتنياهو ومع هذا الاحتلال الموقف لم يتحسن والهدن لم تستمر ولم يتوقف القتال في قطاع غزة خلينا في بيت للكل نحاول أن نرصد معكم من جديد هذه الحلقة واسمحوا لي أن أرحب بزميلتي العزيزة لانا سأل خير يا لانا مساء النور شافكي وفعلا يعني ما قالته شافكي لمشاهدين الوضع في غزة أصبح واضح للعالم أجمع ما حدث في غزة من حجم الجرائم ومن شدة تلك الجرائم لفتت العالم أجمع إلى القضية الفلسطينية حيث عادت القضية الفلسطينية على محور المفاوضات والمحافل الدولية لتقول أنا فلسطين والحق لي أحداث غزة أدمت قلوب الشعوب العربية جميعا حيث أشار مركز الإحصاء في فلسطين بأن حصيلة الشهداء في غزة فاقت ما حدث من إسقاط للشهداء في النكبة الفلسطينية الجميع يقف ويقول كفى للحرب ونزيف الدم لكن لا شيء يحكم إسرائيل والراعي الرسمي لإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية ولا تستطيع أي منظمات دولية حتى أيضا قرار وقرارات محكمة العدل الدولية أصبحت قرارات حبر على ورق لتقول أن القانون الدولي لا يمثل الواقع بأي صلة السؤال المطروح مشاهدين غزة إلى متى وإلى أين نذهب بكم في هذا التقرير مشاهدين إلى الأردن ذات صباح باكر في السابع من أكتوبر تشرين الأول عام الفين وثلاثة وعشرين عملية نوعية مفاجئة ضخمة اشتازت حدود قطاع غزة وتوغلت في حدود إسرائيل عملية أطلقت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية اسم طوفان الأقصى وأعلنت أنها تأتي ردا على التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عملية انشكلت صدمة بمختلف تفاصيلها خاصة بعد أن سجلت مواجهات واشتباكات خاضتها المقاومة خلف خطوط الحدود الإسرائيلية وزادت الصدمة بتلك الطائرات الشراعية التي حطت محملة بالمقاومين واستهدفت قواعد عسكرية إسرائيلية عادت بعدها المقاومة وبصحبتها عدد من الأسرة وسريعا كان الرد الإسرائيلي بعمليات جوية دكت القطاع فأمعنت بقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف في شرارة أشعلت حرب ضارية بين حماس وإسرائيل وتحولت المدن والشوارع والمدارس والجامعات وكذلك المستشفيات والمؤسسات إلى أنقاض أمام عيون العالم وأبصاره في أول حرب إبادة في التاريخ تلتقطها عدسات الكاميرا والفيديو بكل تفاصيلها ومآسيها استشهد على إثرها أكثر من 42 ألف شهيدا ونحو 100 ألف إصابة منهم إصابات دائمة وعدد المفقودين تحت الأنقاض يقارب 15 ألف مفقود وفي الوقت الذي لم يبقى من المحتجزين إلا 97 من أصل 251 يزيد عدد الأسرة الفلسطينيين والمعتقلين والمحتجزين عن 11 ألفا وسط حصار تسبب بمجاعة واسعة وأوامر تهجير أصفرت عن نزوح أكثر من مليونين من سكان القطاع لقطات قاسية تظهر بشاعة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل إجرام المحتل الذي لا تفرق أداة قتله بين أي شيء في غزة سواء كان بشرا أو نباتا أو حتى حجرة حرب منذ عام إلى تاريخ اليوم ولا تزالت التسع رقعتها في المنطقة لتصنف ضمن أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن الحادي والعشرين حرب خلفت ندوبا سياسية وأمنية عميقة وأشعلت فتيل الصراع في مناطق أخرى وباتت أصداؤها تتردد في جميع أنحاء العالم قطاع عانى من دمار واسع النطاق تضررت بنيته التحتية بالشدة وتوسع الدوائر النزوح وصل الوضع الإنساني في غزة إلى مستويات كارثية حيث رواجه سكان غزة نقصا هائلا في الغذاء وانتشار الأمراض حتى باتت المساعدات الإنسانية هي شعاع الأمل الوحيد الذي تمسك به أهالي القطاع لاستمرار وجودهم وحياتهم في ظل الصمت الدولي المراوغة والتعنة الإسرائيلي الممتد عبر 12 شهرا أوصلت المنطق إلى ما كان يحذر منه مرارا وهو اتساع رقعة الحرب فيما أشار له خبراء بأنه خطوات مقصودة ومع الصبق الإصرار والترصد من الجانب الإسرائيلي تهدف لتغيير شكل المنطقة الشرق الأوسط وقد أمسى متلهبا متوترا لا حدود لغطرصة إسرائيل وتماديها فيه وتعالت أصوات الغاضبين الحانقين من إجرامها وإبادتها بات أعلى من أي وقت مضى منذ النكبة والنكسة وحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية واسمحوا لنا الآن أن نذهب إلى فلسطين وإلى الزميل العزيز فنس مشاهدي بيت للكل أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نخصصها مع مرور عام كامل على العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كامل فلسطين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء في هذا العام فقدنا الأحباء فقدنا الأطفال والنساء والشيوخ دمرت البناء التحتية ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية أيضا وسرقت الأراضي والاستيلاء أيضا على الأموال الفلسطينية في هذه الأيام الطويلة والأشهر الطويلة كذلك نفذت قوات الاحتلال مشاريع استيطانية ضخمة ألاف الوحدات الاستيطانية على الأرض مخاططات كثيرة كانت حبيسة الأدراج ولكن استغلت دولة الاحتلال وحكومتها المتطرفة الضرفة القائم وأنشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة بتنفيذ مخاططات كبيرة في مدينة القدس أيضا التي تعاني تقطيع أوصال الوطن الواحد عزل المجتمعات الفلسطينية في كنتونات معزولة في الشق الآخر كان العالم ينتفض في الشوارع ينتفض في مراكز المدن للمظاهرات مليونية طالبت بوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية على الصعيد أيضا القانوني وعلى صعيد تحركات المجتمع الدولي حتى اليوم تطالب بلجم العدوان الإسرائيلي ووقف المجازر وإراقة الدم الفلسطيني ولكن الدولة المارقة دولة الاحتلال الحكومة المتطرفين أصرت على استباحة الدم الفلسطيني حتى يومنا هذا وتنفذ كل هذه المقاططات برعاية وشراكة من الولايات المتحدة بدون مقدمة لأن مهما قلنا لن تصف الكلمات ما يحدث لأهلنا في قطاع غزة دكتور سعيد الزغبي أهلا بحضرتك عام على ما حدث لأهلنا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة؟ أهلا بحضرتك أستاذ شافكي وعايزين نقول أن هي ليست 7 أكتوبر نحن بنحارب من حوالي 105 سنة 7 أكتوبر هو ده اللي شافه المجتمع الدولي ولكن 105 سنة منهم 30 سنة الاحتلال البريطاني في فلسطين ومنهم 75 سنة الاحتلال الصهيوني في فلسطين أو بالأحرى في قطاع غزة فأنا أعتقد أن 7 أكتوبر قدام المجتمع الدولي علشان كان فيه 1200 قتيل من إسرائيل حوالي أكتر من 240 أو حوالي 240 أسير من الأسرة الإسرائيليين أعتقد ده اللي لفت انتباه المجتمع الدولي وبدأ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تقول أن بيحصل فيه كارثة في فلسطين أو في قطاع غزة ولكن عايزة أقول لحضرتك على حاجة من سنة 48 عندنا قرار 141 للتأسيم قرار التأسيم أن هناك دولة فلسطينية مقابل الدولة العبرية الدولة الفلسطينية منذ عام 48 المجتمع الدولي يعترف أن هناك دولة فلسطينية وكانت النسبة بحوالي 45% للجانب الفلسطيني و 55% بالنسبة للجانب الإسرائيلي بدأت مستوطنات ومستوطنات والغاية ما وصلنا للنسبة دلوقتي لحنا دايما بنرجع أستاذ شافكي نقول كده الرجوع إلى ما قبل 67 ما قبل 67 بدأت اليهود أو بدأت إسرائيل تعمل المستوطنات الإسرائيلية بتاعتها لغاية مواصلة النسبة بالنسبة للأراضي الفلسطينية 22% للأراضي الفلسطينية و 78% بالنسبة للأراضي الإسرائيلية 7 أكتوبر ليس وليد اللحظة ولكن ما هو إلا انفجار لضغط حاصل فيه ليس أيضا حماس ولكن السلطة الفلسطينية الفلسطينيين كلهم أعتقد أن 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر زي ما بقول حضرتك إحنا بنعاني من هذا الاحتلال لفترات طويلة والمجتمع الدولي هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن المجتمع الدولي لا يعيد أي اهتمام بوجود الدولة الفلسطينية المجتمع الدولي بيشوف أن هناك دولة إسرائيلية دولة عبرية فقط ولكن لا يبالي بهذه الدولة الفلسطينية ولكن اللي حطت اللي 7 اكتوبر في الاسبوت او فوكس على السبع اكتوبر هي كمية اللي حصل بالنسبة للاسرائيليين الـ 1240 اسير الضربة الاستباقية اللي قامت بها حماس وليست من عقيدة حماس ان هي تعمل ضربة استباقية في الاول زي ما احنا شفنا ولكن كان هناك في ضربة استباقية لاسرائيل ولكن هما زي ما بنقول ايه كسروا هذه الحواجز وبدأوا يعملوا يوم 7 اكتوبر فانا اعتقد بدأت العالم كله والمجتمع الدولي يبص ل7 اكتوبر لكن انا اعتقد القضية قبل 7 اكتوبر كان هناك الكثير استاذ شفكي يعني حضرتك ارجعي في السمانينات من القرن الماضي حضرتك ايام شارون حضرتك طبعا اه يعني كان هناك قتل للفلسطينيين ولكن بالتجويع لمدة بالاسابيع في المخيمات هناك تجويع بالنسبة للفلسطينيين تمام هو حضرتك هو ده السراع يعني العربي الاسرائيلي الفلسطيني هي دي القضية الفلسطينية نحن طبعا يعني هذا هذا هو مشوار القضية الفلسطينية الحقيقة طبعا يعني على عقود متواصلة منذ ايام الاحتلال البريطاني حضرتك مرى الاسكندر الماكدوني ومرى نابليون بنابارت بغازة نفسها لدرجة ان يعني ايهود باراك قال مرى فرانسوا ميترا قال له انا عايز القي بقطاع غزة في البحر لانه عامل عقدة بالنسبة للاسرائيليين لان قتل كل الاعداء وكل الجيوش اللي كانت بتهاجم حتى شمال افريقيا كانوا يبود ان يعدوا من قطاع غزة غزة الحملات الصليبية غزة واحد وغزة اثنين وغزة ثلاثة كله من قطاع غزة غزة مقاومة وليست وليدة في اللحظة 17 بطور سعيد نأتي الى الحدث نفسه وغزة وما جرى في غزة كان في تنبه انا اتحدث الان عن الدول العربية لكن بالتحديد من الاردن ومن مصر بان غزة اذا ما استمرت هذه الحرب وطال امدها ستغير المنطقة تغير اشياء كثيرة ما بعد غزة هنالك غزة وهنالك ما بعد غزة منطقة الشرق الاوسط نتحدث عن المنطقة العربية بيئة تحديد تحدث عن مصر والاردن اكتر دولتين وكنا نتحدث قبل الهواء اكتر دولتين تحملت النتائج وتبعياتها من الحرب على غزة ماذا جرى للعالم بعد غزة شوف حضرتك يعني في جانب ايجابي وجانب سلبي الجانب الايجابي ان احنا كعرب بدأنا نحس فعلا تاني واعدنا عملية احياء القضية الفلسطينية فيه اجيال كتير جدا دكتورة لسه مش عارفة ايه القضية الفلسطينية واطفال الحضارة وايه وايه بدأنا ان احنا نعيد سر بالتاريخ مرة تانية لهقول الاطفال وهذا الجيل وبدأت يعني انا اعتقد شوف حضرتك سيد شافكي جامعة الدول العربية يعني بدأنا نبص الجامعة الدول العربية بقينا ننتظر ما هي مخرجات جامعة الدول العربية الاجتماع الوزاري اللي كان حاصل منذ فترة واجتماع الجامعة الدول العربية في البحرين وغيره وغيره بدأنا نبص الجامعة الدول العربية ما هي المخرجات القضية الفلسطينية وما حدث اللي شايل الشيلة فعلا زي ما احنا بنقول اردن ومصر مين اللي كان بيدخل مساعدات انسانية المساعدات الانسانية 80% من المساعدات الانسانية عبر معبر فالرفح كانت من خلال مصر مصر هي اللي اندخلها اكبر كمية من هذه المساعدات بالتعاون مع الاردن بالتعاون مع دولة الامارات العربية تركيا كله كان من خلال مصر هي اللي كانت بتدخل هذه المساعدات حضرتك يا دكتورة ما تنسيش اول من وقف في هذا العدوان من بعد حضرتك كنت تتكلم على المجتمع الدولي من بعد 7 اكتوبر والهجوم البر الوحشي من الفاعل المارك بن يمينيا تانيهو كانت الدولة المصرية والقيادة السياسية يوم 21 اكتوبر قمة القمم اللي عقد مؤتمر السلام اللي عقد في العاصمة الادارية وكانت تحضره اكتر من 33 دولة و7 منظمات دولية منهم العالم الاسلامي وجماعة الدول العربية والامم المتحدة منهم الاردن كان حاضر في هذا المؤتمر وتركيا هذا اندل الصورة قدام المجتمع الدولي ان هناك دول عربية لما حصل هذا الهجوم البر الوحشي مش 7 اكتوبر لا الهجوم اللي بدأ بعد الرد الفعل على ما حدث من الضرب ببر الاستباقية اللي عملتها حماس انا اعتقد ان الصورة قدام المجتمع الدولي لا احنا كعرب فيه هناك توافق فيه الرؤى مع الدول العربية 33 دولة اللي حضروا يوم 21 اكتوبر لسوا فقط الدول العربية ولكن من الاتحاد الاوروبي من الامم المتحدة انتونيو الامين العام الامم المتحدة كان موجود وكان موجود لو حضراتكم تفتكروا في معبر الرفح قبل ما يتفتح وبعدها التاني يوم احنا فتحنا معبر الرفح وكان بيقول للعالم ان حتدخل المساعدات الانسانية وكان سياطة رئيس عبدالفتاح السيسي بيكلم بيقول المستدام وكان انتونيو جوتيرش موجود على المعبور انا عايز استأذنك بس في حاجة يا دكتور خلينا برضو انا عارفة طبعا الحماس اللي عند حضرتك احنا محتاجين ان احنا نرصد الاشياء ولكن بيقاع اسرع حتى في الحديث عشان نقدر نقدم اكتر من سؤال لحضرتك سؤالي التالي واستأذنك في اجابة سريعة هي الادوات ادوات الضغط السواء اللي تم استخدامها وما عملتش ضغط او الادوات اللي مفروض ان احنا نكمل العمل عليها اولا منهم القوة قوة المؤتمرات على فكر حضرتك استاذ شافكي المؤتمرات وعقد مؤتمرات في اللحظة وفي التو في اللحظة لما حصل هذا الموضوع قدام العالم والمجتمع الدولي ان الدول العربية من سكتة لأهناك تحرك في هذا الموضوع انا عايز اكلم حضرتك سواء اذا كان السياسة الخارجية للاردن او السياسة الخارجية للدولة المصرية حضرتك شوفي التفاعل الرهيب بالنسبة للدولتين عقاب هذا الهجوم البري الوحش كم حد من الدول والعالم زرنا في الدولة المصرية كم مرة عقدت الاردن اتفاقيات وكثير من الاتفاقيات والسياسة الخارجية حضرتك الزيارات اللي بتحصل في الاردن او في مصر دي بتدل ان هناك توافق في الرؤى بين الاردن ومصر سواء المجتمع الدولي ان اللي بيحصل دا مصح اللي بيحصل دوت لابد من وقفة ان اللي بيحصل دوت احنا اللي خلنا ضغطنا على مجلس الام حضرتك بقرار سبع وعشرين خمسة وعشرين في ديسمبر عشرين ثلاثة وعشرين بدخول الدعم دعم المساعدات الانسانية المستدام لقطاع غزة وللاسف ما بيتحركش بس احنا اللي ضغطنا احنا المجتمع العربي الاردن ومصر هي اللي ضغطت كل دا بيعيد للمجتمع الدولي لا هناك وقفة للدول العربية سواء اذا كان اردن سواء اذا كان مصر الامارات العربية المتحدة بترغم مجلس الامن ان هو يطلع مثل هذه القرارات سبع وعشرين خمسة وعشرين سبع وعشرين خمسة وثلاثين اللي كان صادر في يوليو عشرين اربعة وعشرين علشان وقف اطلاق النار الفوري والمستدام اللي قريته الاردن ولا قريته مصر ان احنا مش عايزين وقف اطلاق نار وهدنة لا احنا مش عايزين مستدام اعتقد ان داك بيأثر كتير ورغم ذلك دكتور يعني نتحدث الان برغم النداءات والعالمية وبرغم موقف الاردن وموقف مصر وموقف دول اخرى مساندة لنا وكان الموقف انا اريد ان اؤكد دكتور بان الموقف كان انساني سياسي في هذا الموضوع لكن ليس هناك اي قرار لايقاف على ارض الواقع بالعكس كل ما مر الوقت اسرائيل تتغطرس بشكل اكبر في جرائمها الان محكمة العدل الدولية اين هي من الواقع انا اقول بان القانون الدولي بعد احداث غزة لا يمتلى الواقع باي صلة يعني في هذا الموضوع محكمة الجنايات الدولية الجنايات الدولية ورغم ذلك ما في شيء ما هو القرار الذي سيحكم اسرائيل في هذا الموضوع هل هناك سلطة دولية لا يوجد سلطة دولية على ارض الواقع تمام ولا في منظمات دولية حضرتك القرارات اللي احنا بنتكلم عنها 27 25 و 27 35 ماذا فعلت هذه المنظمات الدولية ماذا فعلت الامم المتحدة ولكن دكتورة حضرتك نسكت ولا كده افضل ان انا اخلي خمسة من الدول في الاتحاد الاوروبية تعترف بدولة فلسطين وان اسبانيا ومدريد كنا لسا عاملين في مصر والقيادة المصرية وزير الخارجية كان موجود في مدريد علشان يعمل مخرجات لمدريد ان لابد من وقف اللي هي الرشدة المصرية اللي احنا دايما بنتكلم عنها اللي اتقالت استاذة شافكي من يوم 21 اكتوبر الرشدة المصرية اللي احنا بندور في الفلك بتاعها الوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار دخول المساعدات الانسانية المستدام لقطاع غزة لا للتهجير القصري لا لفض القضية الفلسطينية والجديد اللي بتحطه اسرائيل كعرقيل لعدم وجود اتفاق هدنا مع بر بلاد الفي لا لاحتلال لا اولياء لوجود العسكري في بلاد الفي اعتقد ان الرشدة المصرية اللي بتدور في فلكها كل المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية وبلينكين وغير وكله ومخرجات مدريد وتركيا وكل هذا بتدور في هذه الرشدة المصرية احنا بس عايزين احنا محتاجين ان احنا يكون فيه يعني اصرار على هذه الرشدة وده الاصرار ده يا دكتورة هو اللي خلى الدول الخمس دول في الاتحاد الاوروبي اسبانيا تعالي نعترافها بدولة فلسطين ده اللي خلى جنوب افريقيا جنوب افريقيا وكان لها موقف نعم وترفع قضية ضد اسرائيل حد يتخذ شو في البعض الجيل سياسي حضرتك اسرائيل وجنوب افريقيا دكتور هل تأبه اسرائيل بذلك؟ يعني السؤال اللي بيطرح نفسه وانا سأتحدث باسم الشارع العربي كما يقول الشارع العربي انا لا اتحدث باسمه كما يقول الشارع العربي اسرائيل مش سألة ما بهمها بهمها ولا هذا؟ صحيح لأسف ما بهمهاش انا عايز اقول لحضرتك ان اسرائيل في هذه الحرب الخبيثة عايز اقول لحضرتك ان هي ضربت بكل قرارات وبكل المنظمات الدولية والامم المتحدة والقرارات مجلس الامن وانا اعتقد ان اسرائيل بتنتهز فرصة السنة الخاصة في الانتخابات الامريكية الكلمة الوحيدة لوقف ماذا ما تفعله اسرائيل في قطاع غزة هي للولايات المتحدة الامريكية اذا فاصل مشاهدين ونعود ونستكمل الحوار خلينا ننقل الحديث بما اننا نتحدث عن عام من هذه الكارثة الموجعة في قطاع غزة ونتحدث عن ما بعد سبع اكتوبر اليوم التالي لغزة والتغير الخريطة الاقليمية بصي استاذ شافكي انا نفسي نحن نتكلم بطريقة جدية عن اليوم التالي لحرب غزة غزة مفيش بونة تحتية خلاص يعني مفيش غزة خلاص كل القنوات العالمية لما بتتكلم بتتكلم في كان يعني في فعل ماضي هناك حي حي الرمال وحي وحي كان هناك كان هناك ما عادش فيه انا محتاج اكتر من عشرة تريليون دولار علشان اعيد مرة اخرى احياء هذه البنى التحتية احنا لو تكلمنا عن اليوم التاني حنتكلم اني بنيامنا تانيه اقدم خطة ومن ثم بعد هذه الخطة لو حضراتكم تفتكروا في فبراير عشرين اربعة وعشرين اقدم هذه الخطة بعد هذه الخطة تأم تعدلها شوية مع عن طريق بايدن وقال لك ايه ان هي ده الخطة الامريكية وهي كلها بتدور في فحوة واحد اني اهم حاجة ان يكون موجود جيش الاحتلال ان لزم الامر وحط حضرتك تحت هذه هذه الكلمة خطوط كتيرة يعني ايه حضرتك ان احنا هنبدأ نعمل اعمار لغزة وحنبدأ نعمل اعادة اعمار وحنرجع طبعا بالشروط اللي حضراتكم عارفينها يعني يوم في فبراير عشرين اربعة وعشرين طلب عغزة ولكن بالتفتيش ان انا افتش وان انا ارجع اللي انا عايزه وان انا افتشهم وده طبعا تفتيش جابري الله اعلم اين اللي حيحصل فيه لان خطوط مبهمة او كلمات مبهمة اضف الى ذلك وجود الاحتلال الاسرائيلي او الجيش الاسرائيلي اللي بيسميه جيش الادفاع اللازم الامر وماذا اللازم الامر محضرتك ممكن تشك في حاجة في هذا الموضوع وممكن ان لازم الامر اعيد مثلا هذه القرى وده يا أستاذ شافكي اللي كان حاصل في سبعة وتمانين في الثمانينيات سحرن الماضي لما كانوا حضرتك قطاع غزة بس اللي حاصل اليومين دول ما حضرتك قبل كتا كان فيه سبعة واربعين في المئة قبل سبعة اكتوبر في قطاع غزة بيعاني من البطالة اتنين وستين في المئة من سكان قطاع غزة بيعاني من انعدام الامن الغذائي خمسة وتسعين في المئة من المية اللي قبل سبعة اكتوبر كانت طاع غزة ملووسة انت بتحكي في ايه حضرتك ييجي بقى حضرتك جلنت ويتكلم يقول احنا مش هندخل مية ومش هندخل أدوية ومش هندخل أكل طمه بالفعل قبل سبعة اكتوبر كان فيه كل هذه الموضوع اذا اليوم التالي لابد من يكون فيه صياغة وهذه الصياغة انا اعتقد لا تصيغها الولايات المتحدة الامريكية ولا تصيغها من سيصيغ هذه انا اعتقد لابد ان يكون دولة من دول اللي عندها أستاذ شافكي مخزون في عملية التفاوض القيادة المصرية احنا مصر الدولة الوحيدة المقبولة من الطرفين المصر الاسرائيلي والفلسطيني ان هي تصلح الاتنين على بعض على فكرة يعني مصر مصر يمكن دي المرة التمنى او التسعة ان هي تدخل مش لأول مرة ان هي تعمل لكن في عمليات التفاوض دكتور دخلت كثير المصر والأردن دخلت في عملية التفاوض يعني كطرف ثالث حتى انهاء هذه الحرب لكن اسرائيل الى الان ما في اي قرار عم بيحكمها وامريكا هي الراعي الرسمي وكل ذلك باختصار هي حجاج تمام بصي دكتور اولا اللي احنا بنعمله قدام المجتمع الدولي ده كويس جدا ان احنا مش سكتين محنا ممكن كنا نزكت ولكن أردن ومصر وتحركات في السياسة الخارجية بتاعتنا وزير خارجية في الأردن بيتكلم ويتكلم جنوب أفريقيا تحركت خمسة من الدول في الاتحاد الاتحاد الأوروبية نفسه بدأ أوروبا بدأت بعد ما كان الاحتكار كله للولايات المتحدة الأمريكية في اليوم التالي وكلام ده لا بدأت أوروبا هي في مخرجات مدريد في تركيا بدأنا نفكر أوروبا بدأت تدخل في هذا الموضوع وبدأت تفكر ازاي ان احنا نعمل برضو حلحلة لهذا الموضوع وفضل لهذا بس خلينا نتفق يا دكتور كل ده احنا بنسمعه زي ما حضرتك قلت لكن برضو بلا تأثير في الواقع طيب هل نقدر نربط الانتخابات الأمريكية وانتهاء الانتخابات الأمريكية بانتهاء الانتخابات الأمريكية في غزة هل نقدر نقول أولا حيكون فيه تغير آخر طبقا لمن سيقود أمريكا في السنة المقبلة بإذن الله شوفوا أستاذ الشافكي خلينا متفقين حزب ديمقراطي حزب جمهوري كلا هما مساند وداعم أساسي لإسرائيل طبعا ده الديمقراطي بقيادة بايدن أو كامال هاريس ده من النظرية الليبرالية بايدن أكبر مساعد وحليف قوي يقدم مساعدات ودعم كبير جدا لإسرائيل بس بيسام بالدعم اللوجستي بالدعم العسكري بالدعم المعدات المعدات المسيرات وكلام إحنا لو كلمنا بقى الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري من النظرية الواقعية وده اللي بيخلينا أن إحنا ممكن نخشى أن يكون مساعدة أكبر للحربة في إسرائيل طبعا يعني إحنا فاكرين الدبيت أو المنظرة اللي كانت موجودة ما بين ترامب وكامالا هاريس وهو بيقول لها أو هو يعني في نوع من أنواع أن هو يعني بيخلي اللوبي اليهودي أو طبعا الإسرائيلي كمان اللي موجود أنه كامالا هاريس ما بتحبش اليهود أنت تكرهي الإسرائيل أنت تكرهينا إسرائيل وأنه لو حصل وهي كانت الرئيس فالحرب حتطول عن كده وعلى الرغم التاني هو ترامب أيضا داعم كبير لإسرائيل جدا فحضراتك كلاهما سواء ديمقراطي أو جمهوري فكلاهما داعم إسرائيل والدعم الأكبر إنجلترا لا ننسى إنجلترا إنجلترا والسهيونية التي ابتدعها أدم سميس في هذا الموضوع أنا أعتقد وده اللي خلى أن نسبة كبيرة من الكونجرس الأمريكي 51% من جماعات الضغط اللوبي السهيوني إحنا بنتكلم عنه أنه هو بيتحكم في القرارات الولايات المتحدة الأمريكية اللي أعتقد اللي هو سيب الولايات المتحدة الأمريكية لغاية إما إسرائيل تصفي فعلا القضية الفلسطينية أو تعمل إبادة عرقية الإبادة العرقية مش بهدم مدرسة أو بهدم مستشفى لا لا ده أنا بأضي على جنس إبادة نعم حتى من النكبة دكتور يعني لم تشهد فلسطين حجم تلك الأرقام من الشهداء بالفترة الزمنية اللي كانت فيها غزة يعني في أي نزاع دائماً أنت بتقرأ شدة النزاع من أولاً مدة هذا النزاع كان بدوم وتاني شيء الشدة اللي استخدموها في هذا يعني لم تشهدها حتى في النكبة في 48 لكن رغم ذلك دكتور أنا بدي أحكي السؤال اللي بيطرحه الشارع العربي برضو إلى متى؟ غزة هل إيقاف الحرب فيها مربوط بشيء معين ناس يمكن اللي ما بتعرف في السياسة ما بتدركه نعم بشي إحنا يعني ده السيناريو المتوقع أن بعد انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية سواء إذا كان ده جمهوري أو ديمقراطي أنا أعتقد أنه هيكون هناك يعني مفاوضات كبيرة جداً لوقوع هدنة هدنة مش وقف إطلاق نار وهنا هنا زي ما حضرتك كده بتعملي بين قصين هدنة وليس وقف إطلاق نار مستدام اللي إحنا بنتكلم عنه أعتقد أن من خلال هذه الهدنة أنا أعتقد أن إحنا ممكن نتكلم على خطة اليوم التالي اللي حتشمل الحاجات اللي إحنا بنتكلم عنه وقف فوري لإطلاق نار ومش هيجي ألا بخروج المحتجزين الرهائن اللي موجودين في حماس وأنا أعتقد أن بنيمين نتاني هو عاللي بيعمله كده وهذا الفاعل المارك زي إحنا بنقول في العلوم السياسية فاعل المارك في المجتمع الدولي أنا أعتقد أن الله يهمه هؤلاء المحتجزين ولكن هو الهم بتاعه أنه هو يخلص البلان بتاعته أنا عايز أخلص قطاع غزة علشان إحنا لو ما عملناش كده بعد انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية تأكد حضرتك تماما إن أنا خلصت قطاع غزة هدخل بعد كده على الضفة المرضية ثم رامالله رامالله حضرتك دلوقتي المياه كلها ملووصة في رامالله يعني إحنا خلاص إحنا بدأنا إن إحنا بنكمل هذه الخطة ثم القدس ثم إن أنا أنهي خالص القضية الفلسطينية وحضرتك لو تفتكروا كده مع بعض في برضو في الثمانينات كان حصل تهيير أكتر من عشرة في المية من قطاع من سكان قطاع غزة من قطاع غزة بسبب اللي حاصل مش من أول مرة ولكن المرة دي زي ما أنا بقول حضرتك الظروف في المجتمع الدولي انشغال الولايات المتحدة الأمريكية مع الحرب الروسية هناك ضعف ومصالح مصالح كثيرة طيب خلينا ننقل الحوار إلى أيضا يعني الموقف المصري الحازم الواضح جدا تجاه محور فلادلفيا والوجود أو الاحتلال الإسرائيلي ورفض مصري لهذا الوجود تماما وطبعا تبقى لمعاهدة كام ديفيد كمان أيضا هل ترى أن هناك انسحاب لجيش الاحتلال من محور فلادلفيا أم هو ضمن الخطة الإسرائيلية ممكن أستاذ شافكي نقول دي فقاعة بيرميها الاحتلال الإسرائيلي ورقة بيلعب بيها الاحتلال الإسرائيلي إن أنا لا أنا متواجزة ما قال بنيامين نتانياهو وحكومة اللي كود كلها متواجدين في أي مكان في المنطقة إن أنا أقدر إن أنا أطول الموضوع ده طيب محور بلادلفيا إحنا ما سمعناش عنه يعني إحنا بنحارب من 7 أكتوبر الأزمة موجودة في 1224 بدأ بنيامين نتانياهو وهو يتكلم على محور بلادلفيا إذن أنا بحط هنا عراقيل أنا كل ما بلجأ لهدنة أو ألاقي الطرف حماس بيلجأ له لا لازم إن أنا أدخل شوية في العراقيل ومن ضمن هذه العراقيل في 1224 فوجئنا بنيامين نتانياهو بيتكلم على محور بلادلفيا ولابد إن أنا أكون موجود في هذا المحور ليه موجود في هذا المحور؟ لنظرا إن أنا بعتقد هو بيعتقد إن موجود في أنفاء هذه الأنفاء بتسهل عملية تهريب الأسلحة إلى حماس حضرتك تفتكر معايا العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب في سيناء 2018 صحيح؟ إحنا قضينا على جميع الأنفاء التي تصل بنا وبين قطاع غزة إحنا كانت المشكلة الرئيسية في العملية الشاملة في 2018 كانت هي الأنفاء وقضينا تماما على هذه الأنفاء وأنا أعتقد حضرتك أكيد وكانت إسرائيل تعلم أكيد طبعا أكيد طبعا ما هي تلك بقى الأنفاء اللي إحنا بنتكلم عنها علشان أنا أتمسك بهذا المحور؟ حضرتك طالما إنت بتقول إن هناك أنفاء إنت ليه بترجع تاني بعد ما بتضرب في القطاع غزة بترجع تاني للشمال وتضرب تاني وترجع يعني أرجع تاني خلاص أنا أنا زي ما بنقول كده أنا بقضي على الأنفاء بقضي على على حماس والقيادات بتاعت حماس وماجي لتاعة لغاية ما وصلت الرفاح ووصلت بمحور فيلادالفي طب أنا برجع تاني إليه بنسمع تاني بنرجع تاني للشمال وبندرب للشمال يبقى إذن إنت هناك يعني زي ما إحنا بنقول إيه ورقة ضغط أنا بضغط مرة بمحور فيلادالفي مرة بضغط بيه الأنفاء تاني خانيونس تاني هناك أنفاء إذا كان هناك حضراتكم بعض الرهائل لما طلعهم كانوا بيسألوهم الأنفاء اللي كنتم مستخبئين فيها فين؟ الجيش الإسرائيلي لا يعلم أكثر من 65% من الأنفاء اللي موجودة في القطاع غزة ما يعرفش طريقة منه محور فيلادالفي أنا أعتقد أن هي وراء الضغط على مش لمصر ولكن على المجتمع الدولي لأن حضرتك بصي لما تكلم نتانيهو عن محور فيلادالفي من اللي وقف؟ مش مصر مجتمع الدولي كله أمريكا بايدن نفسه الاتحاد الأوروبي كل العالم كله إلا هذا المحور ولكن أنا أعتقد أن هي ورقة ضغط من الجيش الإسرائيلي ورغم ذلك دكتور يعني العالم كله متنبه يعني العيب التي يقوم بها إسرائيل أصبحت مكشوفة العالم أجمع هي حجاج والأهداف واضحة لكن إسرائيل تتبع يعني موضوع فعلا المدرسة الواقعية بأنها تستخدم أقصى ما لديها من قوة من أجل البقاء وضمان المصالح والأهداف التي تريدها الأردن اسمح لي أنا أتحدث كمان عن الأردن موقف الأردن كان واضح منذ بدء اليوم الأول لغزاء قدر الأردن الجيو السياسي أن تكون يعني حدودها وأيضا إن ارتباطاتنا الاجتماعية مع الأهل في فلسطين والقضية الفلسطينية وما إلى ذلك فنحن الأكثر التماسا اجتماعيا ويعني حتى اجتماعيا النسيج للأردن والفلسطيني واحد الملك عبد الله تنبه منذ اليوم الأول وقال بأنه إذا ما استمرت هذه الحرب وكانت لسه في بداياتها دكتور إذا تتذكر يعني كانت الناس حتى متوقعة أسبوع وتنتهي فكان لديه نظرة استشرافية للأمام بأنه إذا ما استمرت هذه الحرب وطالت مدتها ستندلع حرب في المنطقة في خطر رح يكون في المنطقة فمن البداية كان موقف الأردن واضح بالنسبة لقضية التجير وكان الأردن ثابت رقم ضغوطات كانت على الأردن من كافة النواحي الأمريكية من ناحية إسرائيل من أجل استقبال اللجوء لكن الأردن بقية ثابت كمصر أيضا في قضية اللجوء الآن هذا الموقف الثابت للأردن ولمصر ماذا بعد ذلك دكتور إلى متى؟ خلينا متفقين دكتورة أن موقف الأردن مع مصر هم التلاث لئات لا للتنجير القصري لا لفض القضية الفلسطينية ومؤخرا لا للوجود العسكري في محور فيلادلبي القرب بين الضفة الغربية والأردن أو الجغرافية اللي بين الدولتين أنا أعتقد أنهم أقرب لمصر إحنا في سينة أرض منزوعة يعني عملنا المعاهدة سينة أرض يعني مش هكون بنفس زي ما حضرتك بتقول كده أن هي قريبة قوي من العمق الفلسطيني ومن الضفة الغربية ولكن زي ما بقول حضرتك أن هناك ثلاث لئات أو هناك مبادئ واحدة متفق عليها الأردن ومتفق عليها القيادة المصرية ومصر عموما ولكن فيما بعد أنا أرجع تاني وأقول لحضرتك أن إحنا أنا أعتقد أن مصر والأردن هم هيكونوا شريك أساسي تتوقع ذلك دكتور وأنا أعتقد أن الحل في القوسين دول الأردن ومصر لو قدرنا أن إحنا نعمل طاولة مفاوضات يحضرها فريق مشتقني فريق قادر أن هو ياخد قرارات من الجانب الإسرائيلي أنا أعتقد أن إحنا ممكن نوصل لخطة اليوم التالي نتمنى يعني الحقيقة يعني يمكن هذا الستوديو شهد منا حلقات وحلقات لمدة عام يعني حلقاتنا أرشفنا الحقيقة يعني أعتقد أن إحنا كنا في بيت للكل يعني نتابع كل ما يحدث طول الوقت نتمنى أن تكون حلقتنا في ما بعد 7 أكتوبر القادم أنه يكون فيه أي أمل أي بريقة أمل قد ننقلها إلى أهالينا في قطاع غزة دكتور سعيد الزغبي بشكر حضرتك جزيلا عن كل هذه التفاصيل نورتنا في بيت للكل واسمح لنا أن نذهب إلى فلسطين نذهب إلى فلسطين حيث يعني نتعرف أكثر على الوضع نتعرف أكثر من أهلنا في فلسطين ومن زميلنا العزيز خميس ماذا بعد 7 أكتوبر هذا اليوم وهذه الذكرى نستذكر الكثير من الأحباء والأشقاء والأطفال والمدارس التي دمرت وتعطل الحياة وتضرر الاتصاد الفلسطيني البنية التحتية كثير من القضايا التجويع والتعطيش أيضا في قطاع غزة للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء نتحدث بصورة أشمل مع ضيفنا في الأستوديو المستشار إسماعيل حماد الخبير في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أهلا ومرحبا إلى بيت للكل ومع مرور عام على العدوان الإسرائيلي ربما أنا أشرت في المقدمة ودعنا نبدأ من أن هذا المشهد ألفه العالم أم ما زال العالم يتحرك حتى اللحظة لأجل فلسطين وإنقاذ فلسطين إنقاذ حل الدولتين وكذلك لجم سياسة حكومة الاحتلال في استباحة الدم الفلسطيني عن ماذا نتحدث اليوم يعني أنا أعتقد أن العالم اليوم علي أن يبحث عن كيف بإمكانه أن ينقذ نفسه بالحقيقة إسرائيل اليوم هي لم تعد تشكل فقط مأزق لنا كفلسطينيين نحن كفلسطينيين وكبنا هذه المأساة على مدار عقود طويلة ولازلنا نعاني العالم اليوم الإنسانية جمعا هي أمام اختبار حقيقي اختبار يعدعو بالضرورة إلى ضرورة تكثيف الجهود في سبيل اجتذاث هذه المنظومة منظومة الفصل العنصري منظومة التطرف المنظومة التي تمارس إرهاب الدولة المنظم والممنهج والتي تستبيح ليس فقط الفلسطينيين وإنما تستبيح العالم ككل الإنسانية واحدة والإنسانية اليوم تعاني المنطقة ككل هي على صفيح ساخن الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية آخذة في التجذر في ظل هذا الصمت المهيب والرهيب هذا الصمت الذي لا يعبر إلا في الحقيقة عن عجز منظومة الحماية الدولية وفشلها في تصدرها لمسؤولياتها والوقوف أمام هذه المسؤوليات أمام هذا الاحتلال الذي لا يزال يزداد غطرة سنتوقف مع صمت المنظومة الدولية ولكن عندما نتحدث عن أو عجز المنظومة الدولية نتحدث عن صمت صمت حكومات ولكن الشعوب قالت الكلمة منذ اليوم الأول وهي مستمرة في مساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني الحكومات في العالم أين هي مما يحدث اليوم نأخذ مثلا الاتحاد الأوروبي الذي يطالب دائما وكان في خلال السنوات الماضية بدولة فلسطينية قابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام سبعة وستين دعم مشاريع كذلك في فلسطين دمرها الاحتلال طبعا خلال السنوات الماضية وما زال مستمر في تدمر أين موقف الاتحاد الأوروبي مثلا مما يحدث أو حكومات الاتحاد الأوروبي نعم كما قلت أخي خميس الشعوب اليوم هي تنتفض هي أولا تنتفض نصرة للإنسانية ونصرة لنفسها لأننا نعلم تماما بأن هذا المشروع هو مشروع توسعي وهذا المشروع بالتأكيد سيلقي ظلاله على المنطقة وعلى العالم ككل الشعوب هي المحفز في سبيل إحداث تغييرات على صعيد السياسة العالمية والشعوب اليوم التي انتفضت بحركاتها المناصرة لأننا كفلسطينيين وفلسطينيات وضعت الكل أمام مسؤولياته الشعوب هذه اليوم تضغط على حكوماتها وعلى برلماناتها في سبيل تبني مواقف شجاعة تحدم أولا الإنسانية وتكف يد إسرائيل وتغولها الحكومات في الدول المختلفة عبرت عن مواقف إما نددت أو توعدت أو عبرت عن قلقها لكن هذا الأمر لا يكفي الآن أجهزة الأمم المتحدة مع الحكومات في العالم والأقليم المختلفة مطالبة بموقف حقيقي واضح مسؤول ينقل هذه الالتزامات التي تم التصريح بها إلى جدول عملي قابل للتطبيق هذه الحكومات اليوم في إطار صمتها واكتفائها فقط في سياسة التنديد نعلم بأنها تخضع للغة القوة وهذا هو المنطق بالنسبة لها لغة المصالح المتبادلة ولغة موازين القوة وسياسة الكيل بمثال ولكن هناك قانون دولي وقانون دولي إنساني إذ واجهت معي يرسنتي على ذكرها دعنا نعود إلى الوراء عام كامل ونستذكر الأيام الأولى للعدوان وتبني المجتمعات الغربية الحكومات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية للرواية الإسرائيلية التي سرعان ما تم كشف أنها رواية كاذبة ولم يحدث هذا الكلام فيما يتعلق بالأحداث في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة وفي المقابل ما يحدث على مدار عام كامل من حرب ومجازر مروعة راح ضحيتها الألاف من الشهداء المفقودين الأسرة والدمار الحاصل في قطاع غزة لم يحرك ذلك ساكنا لدى المنظمات الدولية المختلفة التي تعنى بحقوق الإنسان نعم بتأكيد ذلك أثار دافع للتحرك واتجاه خطوات ولكن في إطار بيانات فقط لغير ولكن دعني أقول بأن هذه المنظومة في المحصلة هي تحتكم لمرجعيتين دوليتين والمرجعيتين هم بمثابة مساحة لهذه الدول والدول التي تملك الصلاحية والقوة فيها هي دول مهيمنة تجمحها علاقة دبلوماسية وسياسية واقتصادية وهي علاقة في وقع الحال استراتيجية مع إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال لكن قبل ما أدخل بطبيعة هذه الالتزامات وكيف على هذه الدول أن تنتقل بالفعل من نطاق البيان والتصريح إلى إطار الفعل الملموس ذو الأثر لإنقاذ أولا المنظومة الدولية التي هي في حقيقة الأمر أمام اختبار حقيقي لمدى مصداقيتها ومدى فعليتها في حماية حقوق الإنسان المتآزرة والمترابطة دعني أقول بأننا نحيي كفلسطينيين شعوب العالم وكل شخص يقف في موقع مسؤولية وكل سيدة تبنت موقفا لصالح القضية الفلسطينية نحن نأخذ بهذه الجهود ونعمل على البناء عليها ونعلم تماما بأن هذه الأصوات الحرة التي تطالب بتحرر من الاحتلال أولا وثانيا إنهاء هذه القوى الإرهابية التي تشكل تهديد للمنطقة ككل وللعالم هو في حقيقة الأمر دافع لنا الإحداث المزيد من التغيرات على صعيد قضيتنا في حقيقة الأمر فلسطين نجحت في تقديم رواية مغايرة قد نجحت في إحداث تغيير في هذه القناعات نعلم بأن إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال مع ذروة حربها حرب الإبادة الجمعية والتطير العرقي تعمدت استهداف الصحافة وتعمدت إخفاء قصري للصحفيين ولكل شخص هو حريص على نقل المعلومة وتحديدا من قطاع غزة وتعمدت أيضا تدويل رواية هذه الرواية تطمس فيها الحقائق وتكون بالعكس بالالتفاف على هذه الحقائق وتزويرها اليوم العالم أمام هذا الامتحان طويل الأمد للأسف وهو امتحان صعب علينا لأن تكلفته وثمنه باغذ وهو الدم كشف تماما زيف هذه الرواية يعني العديد من الأحداث الكبيرة والبارزة خلال هذا العام منها ما يستحق أن نتوقف معه أيضا ومستقبل ما صدر من محكمة العدل التولية والتي حولت الملف إلى الجمعية العامة ويصطدم كذلك بالمجلس الأمن والفيتو الأمريكي وهذا أيضا يعني يأخذنا بشكل أو بآخر إلى موقف الولايات المتحدة الراعي والشريك في قتل المواطن الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية المستمرة نعم عندما نتحدث عن جريمة إبادة جماعية وجريمة تطخير عركي بالتأكيد نحن نتحدث عن إركان لهذه الجريمة ونتحدث عن الفاعلين ونتحدث عن الشركاء ومن يقوم بتعزيز تصميم الفاعل على ارتكاب فعله في حقيقة الأمر وفقا للقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني تعتبر الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الحليفة لقوة الاحتلال هي جهة شريكة بارتكاب هذه الجريمة سواء بصمتها أو بمدها الفعل بالعتاد والسلاح والدعم المالي أو على الأقل بالمواقف السياسية التي تشكل نوعا ما الحصانة للإسرائيليين لممارسة المزيد من الغطرصة الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هي قوى موجودة بداخل المجلس أمن وتملك صلاحية النقد ولكن نعلم بأن هذه القوى لن تدوم طويلا أمام هذا الالتفاف العالمي حول قضيتنا الفلسطينية العادلة الموقف النبيل والشجاع لمحكمة العدل الدولية والذي جاء بناء على جهود ومثابرة الكثير من الأناس الشرفاء الذين حملوا على عاطقهم مسألة تدويل قضية سلسطينية بالدرجة الأولى وأعتقد بأنه لا بد من أن يتحول إلى التزام وهذا الالتزام قابل للتطبيق هذا القرار الشجاع الذي عبر بكل صراحة على أن إسرائيل قوى قائمة بالاحتلال وأن هذا الاحتلال بطبيعته المسترة هو يشكل جريمة مستمرة لا بد من وقفها فورا وأن كل ما ينشأ عن هذا الاحتلال من سياسات وإجراء التهدف إلى تغيير الأمر الواقع بما يتصل في الجانب الفلسطيني ما دون حدود الرابع من حزيران لعام 1967 هو شيء غير مشروع في القانون الدولي ولا بد من إنهاء الاحتلال ولذلك هذه المحكمة أصدرت فتواها وهي فتوى ذات قيمة تاريخية وهي وثيقة قانونية حقوقية مهمة لنا في الاشتباك السياسي أمام والقانوني مستقبل نعم ومستقبل هذه الفتوى فقط دعنا نتذكر بأن هناك فتوى سابقة من العام 2004 وهي متعلقة بالجدار والجدار حقيقة وواقع اليوم وخلق حدود ربما أو كما تصفها دولة الاحتلال نحن لا نؤمن بالجدار ولا نؤمن يصدر من الاحتلال ولكن هناك جدار فصل وعزل المناطق اجتماعيا واقتصاديا وخلق واقع جديد على الأمر هذه الفتوى بطبيعة الحال صدرت واليوم هي نقلت إلى مستوى قانوني ورسمي لتنفيذها وهو مجلس الجمعية العمومية الأمم المتحدة والذي تبنى قراره القاضي بإنهاء الاحتلال حتى 12 شهر من تاريخ صدور هذا القرار نعلم بأن هذا القرار حتى يجد مساحته للتنفيذ ويكون قابل بالفعل للحياة ولكي تفي الدول بوعودها التي عبرت عنها سواء من خلال قضاطها الممثلين في محكمة العدل أو من خلال ممثليها الدائمين في مندوبياتها في الجمعية العمومية عليها اليوم وبصوت واحد أن تقف ضد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن شهدنا تجارب لفلسطين لتقديم مشاريع قرارات للنهوض والارتقاء بمكانة الدولة وكيانتها والاعتراف فيها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة ونعلم تماما من قام بإحباط هذا الجهد اليوم أعتقد أنه في ظل تورط الإدارة الأمريكية وتورط الدول العظمى تحديدا بمسألة المساعدة واعتبارها شريكة في جريمة الحرب وهذا كان نتاج أيضا أعمال لجان تحقيق لجهات كثيرة مستقلة وهي تتبع بالمناسبة الأمين العام للأمم المتحدة أعتقد أنه يفتح لنا نافذة استخدام مواد القانون سواء كان منها ما يتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بتنفيذ القرارات بالقوة أو فيما يتعلق تحديدا باللجوء إلى تطبيق مادة في ميثاق الأمم المتحدة تسمح للدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تمنع الدولة الطرف في نزاع ما أو المتدخلة في جريمة من جرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي تحديدا جريمة الإبادة الجمعية والتطهير العرقي أن تكف عن التصويت وبالتالي بالإمكان هنا العمل اليوم على المدى القريب باتجاه عزل هذه الدول ومواقفها السلبية التي تحبط جهودنا والتركيز أكثر على الدول الدائمة اليوم نحن نتحدث عن تصابق للدول للاعتراف في دولة فلسطين نتحدث عن مجموعات عمل عربية بالمناسبة والدولية شريكة لمندوبيتنا في الأمم المتحدة مؤثرة وذات وزن فصل ونعتقد بأن قريبا ستتقدم دولة فلسطين من خلال مندوبيتها ووزارة الخارجية بتوجيهات فخامة السيد الرئيس بمشروع قرار أعتقد أنه سيكون له مكانه من التطبيق وهذا المشروع بالتأكيد سيحاكي هذه الفجوات ويبني على الدروس المستفادة من علاقتنا القائمة مع هذه الدول التي تستخدم سياسة الكهيد بميكيالين ما علاقة ما يحدث بالوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية بعض المراقبين قالوا بأن الانتخابات الأمريكية ربما تساهم في وقف هذا العدوان ولكن على العكس اليوم نتطلع إلى وننظر إلى ما تقدمه مرشحة ديمقراطية كما لها رسميا مواقف وكذلك المرشح الجمهوري ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية واضحة حينما كان رئيسا للولايات المتحدة في طر صفقة القرن وتبيعاتها والقرارات التي أعلن عنها إذن هل تستخدم القضية الفلسطينية كورقة انتخابية لأصوات اليهود الجملة الشهيرة في المناظرة التي جمعت ترامب بهاريس بأنها تكره إسرائيل لا يحد تساهم كل هذه القضايا في إطار استمرار هذا العدوان لصالح دولة الاحتلال في كل العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الانتخابات الإسرائيلية في حكوماتها المتعقبة يدفع الفلسطيني ثمن باهظ وهو ثمن تكلفة هذه الدعاية الانتخابية التي للأسف تقدم دائما لنا الأشد تطرفا والأشد حقدا والأشد إحباطا لجهودنا الرمية لإحقاق السلام أولا العادل وثانيا إقامة دولتنا بحقيقة الأمر هناك مرشحين كل من المرشحين يتخذ جانب أولويات المرشحين ستكون الاهتمام بالشأن الداخلي ولكن ليس بأي حال من الأحوال من الممكن لأي من المرشحين أن يتجاوز هذه الحالة العامة أمريكا تقدم نفسها للعالم بأنها الحريصة والحارسة لحقوق الإنسان وللعدالة والحريات وبالتالي هي اليوم بالحقيقة بمرشحيها أمام اختبار حقيقي كيف ستنفذ وجهتها كحارسة للحقوق والحريات وهي تنتهك الحقوق والحريات في الأرض المحتلة وتدعم إسرائيل الجهة التي تقوم بهذه الانتهاكات الجسيمة بحقيقة الأمر سنستمع إلى صوتين صوت يستخدم معادي السامية كمادة لاستقطاب تعاطف اللوبي الإسرائيلي وتجنيده وصوت آخر هو قد يكون أكثر توازن يعمل على مغازلة طرفي هذا الصراع الفلسطينيين والإسرائيلين ولكن بطبيعة لحوالة لا نعول لا على الحزب الجمهوري ولا على الديموقع لذلك قلت بأن الأولوية ستكون هي الاستقطاب الأصوات والأولوية هي للوفاء بالالتزامات الداخلية نعلم بأن المجتمع الأمريكي مجتمع يعني يعاني من أزمات متعاقبة وبالتالي اليوم الصورة والمشهد يركز أكثر في المناظرات على ما سيقدم المرشح لجمهوره الداخلي ولكن مسألة كون الولايات المتحدة حارسة للعدالة والحقوق والحرية وفق لما تسوق به نفسها فهي على الأقل ستستخدم هذه المادة اليوم بالمناسبة الإسرائيليين لا يكيلون أي توزن للولايات المتحدة الأمريكية وشهدنا كيف أن المتغيرات أثبتت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي مجرد قاعدة عسكرية تمد إسرائيل هذه القوة القائمة بالاحتلال بالسلاح والمال وتوفر له الغطاء السياسي في منظومة الأمم المتحدة وبالتالي استخدام الفلسطينيين ودم الفلسطينيين وعذابات وآلام الفلسطينيين في هذه المادة الانتخابية والإجراءات الانتخابية المرتقبة في الأول من نوفمبر المقبل أعتقد بأنها ستكون من غير ذات جدوى بالنسبة لنا كفلسطينيين ولكن ستزيد من الولايات المتحدة تعري وستفضح هذه السياسة القائمة بالدرجة الأولى على التجارة بالدم لدينا دقيقتين الوقت وفيها أسأل عن الجنائية الدولية وكل ما يحدث كيف يخدم الملفات الفلسطينية التي قدمت إلى الجنائية الدولية في المجازر حرب الإبادة الجماعية ملف الإستيطان ملف الأسرة وكلها حاضرة وحاضرة بقوة في هذه الفترة وكل الجهة الرسمية توثق ما يحدث نعم العالم ليس أما والعالم يبصر تماما حجم هذه المعاناة ما يرتكب على الأرض الفلسطيني الذي يطارد في الموت وفي الحياة يطارد في الصحوة وفي المنام الفلسطيني الذي يقتل بدم بارد والفلسطيني الذي يستباح في أرضه وتنتهك أرضه وتصادر ممتلكاته وتهدم ممتلكاته الفلسطيني الذي تقطع أواصر الطرق والذي يمنع من الوصول إلى أماكن العبادة والذي يحارب في لقمة عيشه والذي يعاني من الاختفاء القصري والعنف الجنسي والفلسطيني الذي يعاني اليوم من مأزق حقيقي تجاه شعوره وشعور أفراد عائلته بأمنهم الإنساني بالتأكيد هم مادة دسمة لكل هذه الملفات التي تم بنائها أو التي سيتم بنائها الملفات التمهيدية التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كانت ملفات بنيت وفق الأسس القانونية هي ملفات توثق بالحقيقة وتنطق بصوت الآلام الفلسطينية وهي تنادي بمعاناة الفلسطينيين هذه الملفات التمهيدية وجدت طريقة أمام المدعي العام الذي أكد قبولها وتوفر بعض المتطلبات والاشتراطات والأركان التي بالفعل تجعل له ولاية على هذه الملفات وسمعنا بمواقف معلنة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول نيته باتخاذ بعض القرارات وصدرت في حقيقة الأمر لكن المطلوب هو سرعة نعم ولكن ما هو مطلوب أن يقف الكل أمام مسؤوليته هذا هو اختبار حقيقي للإنسانية الكارثة المحدقة هي لن تنال منا كفلسطينيين وحسب هي تشكل تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليا شكرا جزيلا لك المستشار إسماعيل حماد الخبير في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني شكرا لكم على هذا الصدق على المشاركة معنا في هذه الحلقة الخاصة من بيت الكل مع مرور عام على المجازر وحرب الإبادة الجماعية ومشاهدين بعد أن عدنا من فلسطين من خلال أزميل خميس ماخو كل دعائنا لله عز وجل أن يأتي العام القادم ونحن إن شاء الله نقول كانت أحداث غزة وأن يأتي أعوام نقول اللهم النصر لفلسطين عام من الأحداث على غزة أدمت قلوب الشعوب العربية جميعا نأمل من الله عز وجل لهم الثبات والصبر وسنبقى مستمرون في برنامج بيت للكل نؤرخ ونؤرشف ما قامت به إسرائيل من جرائم حرب إلى اللقاء